تزامنا مع موجة الطقس الحار أعلنت وزارة البترول أن استهلاك الغاز الطبيعي والوقود اللازم لمحطات الكهرباء سجل أعلى معدلاته خلال اليومين الماضيين بصورة قياسية موضحة أن قطاع البترول وفر كامل هذه الكميات غير المسبوقة والتي بلغت نحو 5212 ملايين قدم مكعب من الغاز المكافئ يوميا بزيادة نسبتها 118% عن الاحتياجات المخططة لتلك الفترة وتموين السيارات بالغاز إلى جانب الاستمرار في تصدير تعاقدات شحنات الغاز